البطني بتوجعني طبعاً يا دكتور دي كلمة عامة شاملة كل الأعضاء بتاعت البطن فبيبقى صحب جداً التحديد التعامل بقى كأم لأنا عايزة خبتك تقول لنا نصيحة للأم لما ييجي ابنها وبنتها يقول لها البطني بتوجعني تسأله زي عشان تحاول تفهم المشكلة فين بالزبط هقول لها على كلمة سحرية تعرفها في حاجة اسمها الفينجر ساين والهاند ساين تقول له حبيبي شاور لي على الواجع فين لو شاور بإيده على منطقة واحدة يبقى فيه ألم فحلاً لو شاور بكف إيده كده يبقى ده غالباً منطقة يعني فاك آه يعني الولد بيشتغلها بيشتغلها ألم عادي بيهرب بالمذاكرة لكن الألم المركز في منطقة اللي هو يشاور عليه ده اللي خطير طب ما يفعش ممكن يبقى العضو كل واجعه يعني مثلاً لو كبد كبير مش هيبقى صباحة في حاجات تانية بقى ناخد يعني الفينجر ساين والهاند ساين لو شاور على مكان محدد وهو ده اللي بيقلمه باستمرار ما هو الولد ده تواجع كل يوم لو كل يوم بيشاور على نفس المكان لا تجري على الدكتور فهم لو المكان بيتغير ها ناخد بالنا شوية دي نقطة مهمة جداً ايه بيشاور بيصباعه ولا بإيده كلها طيب نمرة ثلاثة إيه الأعراض اللي على الولد يعني دايماً وأنا بفحص أي طفل بالذات أو أي إنسان وأنا بدوس على بطنه ببص على وشه تعبرات الوجه هي اللي بتنبق دم متقلم ولا مش متقلم تمام؟ فتبص على وجه الألم طبعاً النوبات اللي معها ألم شديد في البطن اللي مخليها الطفل نايم ومايقدرش يتحرك أو متني لقدام ومايقدرش ينزل من على سريره أو لو خبطت السرير جنبه ويتقلم ده ألم خطير جداً ده في ناس مجرد ما تستحملش قاعدة حد على السرير جنبه بالضبط ده تجري بيه على الدكتور فوراً على المستشفى تمام؟ لكن لو رايح جاي وبيتحرك وبيتنطط أنا ساعة أعملها اختبار مع أنا بيجي لي ساعات أطفال يعني عشر أو 11 سنة بتيجي الأم تقول لي ألم فظيع مش قادر يتحرك أقول لو أنت في ألم دلوقتي يقول لي أقول له طب يطلع على سرير الكشف عارف يطلع فتقوم الأم عايزة تقومه أقول لها لا سبيل يطلع لها عايبي رحمات تمام ونايم وعمل كده أقول لها ده مش في ألم لأنه لا يمكن واحد متألم يعمل كده العوارض المصاحبة للألم معاقي معاق امساك معاق اسهال معاق حز الكلام ده كله كل ده بقى بيبقى بيبقى دايماً في الأطفال نبص على حاجات معينة نبص على منطقة السرة لأن الفتاء السري ممكن نسبب لهم ألم متكررة دايماً نبص على منطقة الفتاء اللي عنده أعلى الفخت دايماً بقى نراحي إيه اللي ممكن يحصل فيه يعني فتاء ممكن فتاء صغير يكون عنده بينزل بيتحشر شوية يعني كل كاعة تبقى طالعة مثلاً آه تلاقي فتاء صوري تلاقي كل كاعة صغيرة طالعة من بطن الطفل أو من يمين أو الشمال أو من عند أعلى الفخت يمين أو الشمال سلوكنا الغذائي بقى سيء جداً مع أطفالنا أمس تلاقي واحدة داخل علي بتقولي الولد عنده وجع في بطنه عملنا له تحليل وسوينا له وماسك في إيده كيس البطاطس المحمرة تمام؟ أو كيس المخبوزات اللي بتتبع دياً في الإكشاك والكلام أولاً ما دام هو دا سبب الألم فأرجوكم راعوا أكل أطفالنا ارجعوا تاني أكلوهم يعني أنت عايزة تدي له أكل كويس بدل المخبوزات اللي في الشارع دي اعملي كيكة في البيت والدهالو طبعاً حتى لو حمرت هي البطاطس آه زيت وإحنا بنقول لأ بس على القل زيت نضيف على القل زيت نضيف يعني نحاول نديهم برضو شربة الخضار شربة الشعرية شربة لسان العصفور شربة الجزر شربة الطماطم الحاجات دي مفيدة قوي أنا أبص على واحدة داخلة تقولي ابني عنده وجع في بطنه أقولها الزبادي تقولي عمر مكان زبادي ومسك في إيده بار الشوكولاتة وقاعد يأكل فيه طبعاً دول هيجي لهم مغز كتير قوي شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة